عبر البهلوان الفرنسي دينيس غوسلا نهر السين الشهيري في باريس من على ارتفاع خمسة وعشرين مترا عبر السير متوازنا على حبل طوله مائة وخمسين مترا يمكنك أن تتخيل الخوف الذي شعرت به عندما كنت في الهواء ويمكنك تخيل قوة هذه الطاقة الإيجابية يتعين على الشخص التركيز على الأفكار الإيجابية ولا يتعين عليه التفكير في السقوط أو شيء من هذا القبيل فحينها ستتوقف ويمكن حينها أن تتعرض لحدث واستفى المتفرجون من سكان باريس والسائحين في كل مكان لمشاهدة لعب الأيكروبات وهو يشتاز النهر السيرا على الحبل خاصة عندما توقف في منتصف الطريق ليعصب عينيه ويكمل السير وقطع غوسلا طريقه على الحبل دون استخدام شبكة حماية تمتد أسفل الحبل لكن العديد من قوارب الشرطة كانت تبحر في النهر لإنقاذه في حالة سقوطه وأوضح غوسلا أن هذه هي المرة الثانية التي اشتاز فيها نهر السين سيرا على الحبل حيث كانت المرة الأولى له قبل عشر سنوات مؤكدا أنه الوحيد الذي أقدم على هذه الخطوة وقال أن خطته المقبلة ستكون أكثر ارتفاعا إلا أنه لم يحدد أين ستكون محمد الجبالي ويتوس ترجمة نانسي قنقر